موسيقى السلام عليكم طلابنا العزاء وأهلا وسهلا بكم نرحب بكم من فضاية العراق التربوية ونقدم لكم درس جديد لمادة المعالجات الدقيقة لفرع الحاسوب وتقنية المعلومات طبعا هذه المادة هي خاصة بالمرحلة الثالثة لقسمي صيانة وتجميع الحاسوب وقسم الشبكات طبعا بعد أن تطرقنا في المحاضرة الأولى على المعالج الدقيق ومكونات المعالج الدقيق الآن سوف نأخذ العلاقة بين وحدة المعالجة المركزية والذاكرة عرفنا من الأجزاء الرئيسية للحاسوب هو وحدة المعالجة المركزية وعدنا الذاكرة فالعلاقة بياناتهم كما موجود هنا أول شيء يتم انتقال البيانات بين الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية عبر ناقل بيانات طبعا أي نقل لبيانات لازم أكون ناقل يعني إحنا من نريد ننتقل إلى مكان يجب أن ننتقل بوسيلة نقل هنا وسيلة النقل هو ناقل اسمه data bus data bus يعني ناقل بيانات بعد أن يتم تحديد عنوان البيانات في الذاكرة يعني أول شيء نحدد عنوان البيانات في الذاكرة ثم نذهب إلىها ونجيب البيانات من الذاكرة بواسطة ناقل العناوين نسميه address bus address طبعا هذا address bus عملية ناقل العناوين ثانيا أن وحدة المعالجة المركزية تعمل على استخلاص البيانات أو إعازات البرامج وقراءتها من الذاكرة إذن إحنا البيانات وين مخزونا؟ مخزونا بالذاكرة فوحدة المعالجة تقرأها من الذاكرة تقرأ هذه البيانات وإعازات البرامج من الذاكرة طبعا إحنا عندنا مو فز بيانات عندنا إعازات اللي تنفذ مثلا أنا عندي عملية جمع إجمع رقم 2 مع رقم 3 عملية إجمع هي هذا الإعاز اللي بعدين سوف نأخذه في الدروس القادمة بعد أن يتلعفوا وقراءتها من الذاكرة بإرسال إشارات قراءة إذن من هو يرسل لنا إشارة القراءة؟ طبعا وحدة السيطرة وحدة السيطرة هي التي تقوم بإرسال اللي هي control bus ناقل التحكم اللي موجود في وقدة السيطرة يجيب لنا الإشارة أنها عملية قراءة أو عملية كتابة في الذاكرة لو نلاحظ في الرسم هذا يوضح لنا إذن رسم يوضح لنا العلاقة بين أو مخطط طبعا طلاب العزاء في درس المعالجات الدقيقة يوجد إذن مخططات هذه المخططات طبعا مهمة تقريبا في كل المادة فهذا عشر مخططات مهمة تجي في الامتحانات ممكن يقول لك ارسم مخطط يوضح العلاقة بين وحدة المعالجة المركزية والذاكرة نلاحظ هذا وحدة المعالجة المركزية عفوا هنا وحدة المعالجة المركزية CPU Center Processing Unit وعدنا هنا الذاكرة الرئيسية وعدنا متحكم الذاكرة الثانوية والذاكرة الثانوية وهذه الأسهم اللي صايرة في اتجاهين هذه هي ناقل البيانات هذه الأسهم هي ناقل البيانات تكون في اتجاهين إذن تذهب تجلب البيانات من الذاكرة ثم تنقلها إلى المعالج الدقيق المعالج الدقيق يقوم بإجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها ثم يقوم بعادتها إلى الذاكرة وخزنها مرة ثانية أما خزنها بصورة مؤقتة أو بصورة نهائية تخرج عن طريق وحدة التحكم إلى منافذ الإدخال والإخراج قلنا Onput Output Onput Output Port هاي Onput Output Port هذه هي اللي كان مثل مثلا الشاشة أو وحدة الإدخال مثل الاسكانار أو عندنا الكي بورد أو الكي بورد إذن هذا المخطط هو يوضح عملية العلاقة بين وحدة المعالجة المركزية والذاكرة الآن مبدأ وآلية عمل وحدة الحساب والمنطق طبعاً رح ناقض بالتفصيل شون تشتغل وحدة الحساب والمنطق وحدة الحساب والمنطق مبدأ وآلية عمل وحدة الحساب والمنطق اللي قلنا نسميها arithmetic logic unit أول شيء يسوي تخزن القيم الواجب إجراء العمليات عليها في أحد السجلين الموجودين في مدخل وحدة الحساب والمنطق إذن وحدة الحساب والمنطق بها سجلين فتجيب البيانات تقوم بجلب البيانات وتخزنها في هذه السجلين وهما السجل المساعد والمركم أو المجمع هذا أهم سجل موجود في المعاجل السمي بالaccumulator ويرمز له بالرمز A إذن accumulator هو سجل المركم سميه بالمركم لتراكم البيانات به أو المجمع لأن تجمع به البيانات وتكون البيانات تخزن به بصورة مؤقتة وليس بصورة نهائية ويتم إجراء جميع العمليات العسابية والمنطقية في هذا السجل ثانيا في بعض العمليات ممكن أن يعود ويخزن خرج وحدة الحساب والمنطق في المركم أو يوضع على ناقل البيانات إذن قلنا بعض العمليات مثل أنا أريد أجمع ثلاثة أرقام مثلا 2 زائد 5 وأجمعهم مع رقم مثلا 7 أول شيء يجرس دين زائد 5 تجمع وتضع بالمركم ثم بصورة مؤقتة ثم يجمع مع رقم 7 وفيما بعد يتم إظهارها على وحدة الإخراج ثالثا تحتوي وحدة الحساب والمنطق الارثماتيك لوجيك يونيت الذكروها دائما أحفظها ALU من تكتبها ALU يعني صحيحة أو تكتبها وحدة الحساب والمنطق إذن تحتوي وحدة الحساب على سجل حالة يسمونه STATUS REGISTER سجل حالة الذي توضع فيه مؤشرات تصف خرج هذه الوحدة مثلا إذا كان الناتج صفرا أو الناتج واحدا أو كونه موجبا أو سالبا يعني حالة مثلا النوبات عندنا بعض الجمع مثلا ناقص ثلاثة ناقص سبعة يصير ناقص عشرة إذن هذه يجب أن يضع إشارة سالبة لأن الناتج سالب أو إذا كانت إشارة موجبة أو إذا كان الناتج صفرا أو إذا كان الناتج واحدا الآن ننتقل إلى شكل يبيننا عمل وحدة الحساب والمنطق هذا الشكل قلنا طلاب أكو مخططات هذا المخطط الثاني مهم ممكن أن يأتي في الامتحان يقول لك ارسم شكلا يبين عمل وحدة الحساب والمنطق ارسم شكلا يوضح عمل وحدة الحساب والمنطق نجي هنا ناقل بيانات هذا الناقل اللي بيسهمين في اتجاهين إذن ذو اتجاهين يقوم بإرسال واستقبال البيانات نلاحظ هذا ناقل بيانات يرسل بيانات إلى سجل المساعد ثم سجل المساعد إلى وحدة الحساب والمنطق وحدة الحساب والمنطق لكي تجري العمليات الحسابية تذهب إلى إجراء العمليات الحسابية في المركم المسجل أو المجمع سجل المركم اللي يقولنه يتم إجراء فيه عملية الحساب والمنطق وهذه المؤشرات مسجل المؤشرات اللي بيقلنا إذا كان الناتج سالب يؤشرنه سالب وإذا كان الناتج موجب يعطينا موجب وإذا كان الناتج بي يعني إضافة أو باليد واحد مثل ما نقول نجمع أكثر من رقم ويصير باليد واحد فكذلك ينطينا وإذا كان الناتج صفر فهذا الرسم أو المخطط من المخططات المهمة في هذا الفصل إذن ننتقل إلى تصنيف عملية الحساب والمنطق تصنيف عملية الحساب والمنطق عفوا نجي تصنيف عملية الحساب والمنطق تصنف عمليات الحساب والمنطق إلى العمليات ذات المعامل الواحد عدنا عمليات ذات معامل واحد أو عمليات ذات معاملين سنلاحظ أنه شنو الفرق بين عمليات معامل واحد ومعاملين أول عملية من عمليات ذات المعامل واحد تصفير محتوى سجل ما يعني إحنا عندنا سجل أريد أصفرة يعني المعامل الماتي هو واحد فقط سجل يعني سجل واحد مو عندنا سجليين فهي عملية التصوير تنفذ على معامل واحد إيجاد المكمل أو المعكوس لمحتمل واركم شنو المعكوس شباب مثلا أنا عندي صفر واحد صفر واحد المعكوس مالته واحد صفر واحد صفر يسمونه وانس كونكليمنت عملية العكس فعملية العكس اللاحظ تجرى على مكمل واحد يعني هاي من العمليات تجرى على معامل واحد فقط اللي هو رقم واحد وليس أكثر من رقم زيادة محتوى سجل ما يعني أنا عندي سجل أو دفتر أريد أزيد أوراقة مثلا فأني أجيب أوراق وأكبسها وأزيد أوراقة فنزيد محتوى ما هنا أنا عندنا سجل نزيده طرح واحد من محتوى سجل أريد أن نطرح عدد من محتوى سجل كذلك عملية على معامل واحد حركة محتوى السجل إلى اليسار أو إلى اليمين يعني أريد أزحف البيانات إلى اليسار أو إلى اليمين في هذا السجل فهذه تجرى على سجل واحد عدنا عمليات ذات المعاملين عمليات ذات المعاملين لون ناحظه الجمع محتوى المركم مع محتوى سجل يعني أنا من أريد أجمع معاملين أثنين زائد مثلاً أي أي المركم فهذه معاملين جاي أجمع مثلاً طرح كذلك معاملين خما أطرح رقم أطرح من نفسه لا لاجب أن أطرح من رقم آخر أو أجمع معه فهذه عملية معاملين المقارنة لو نقارن يجب أن نقارن بين أثنين فعملية مقارنة بين A و B عملية الأور أدناها من العمليات المنطقية أور يعني عملية جمع مثلاً A أو B A أو B فهذه عملية أور تجرى على معاملين والعملية المنطقية أند مثل أند اللي هي مشابهة لعملية الضرب كذلك تجرى على معاملين وتخسين النتيجة في المركم إذن ذني أخذنا عمليات على ذات معامل واحد وعمليات ذات معاملين وبهذا إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم إلى أن نلتقي بكم في دروس أخرى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة